السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعيي الآيزة في الفيديو دي اليوم كما وعدكم سوف نقول الاطار المرجعي الخاص بمادة اللغة الفرنسية سوف نبدأ على بركات الله بالدوم الأول في الكمприhension الإكري إذن شنو ركندنا في الكمприhension ركندنا في الوغنزازين دان تكس 200 او 120 مور اكارتر انفرماتيف ناراتف انجنكتف اكسplicاتف او ارجمنتاتف إذن هنف هاد السؤال ديال او الاسئلة ديال الكمприhension غاد يحاول الوستاد غايتراح علينا اسئلة كتهم واحد درس اللي كي تكون من مياه حتى المياه وعشرين كلمة هاد التكس هاد النص هاد يكون عندو واحد طابعية اما اخباري او تقراري او طابع سردي نغاتيف يعني غايكون كيحكي او ديسكريبتيف يعني غايكون كيعتمد على الوصف كيوصف او غايكون انجنكتف يعني ارشادي او توجيهي اكسبليكاتف غايكون تفسيري او ارجمنتاتف غايكون نص حجاجي يعني كي يطرح واحد الموقف او كي يدعمو لنا بأدلة او براهيم اذا هادو هم انواع النصص اللي غادي يكونوا يا اما يعني مش كي نقول لكم غايكون حجاجي ووصفي و ارشا غايكون غير واحد في هاد المجموعة يعني اي واحد من هادو تتوقعو انه يتحط هاد النص اللي غاي تعطانا غاي تعطانا عليه بعض الاسئلة كتهم العنوان مثلا يقدروا يقولوا لنا اشنا هو عنوان نص يستخرج عنوان نص كيف ما كنا نخدموه في الدروس سوتيتخ مثلا العنوين الفرعية مثلا واش فيه شي عنوين فرعية او لا ما فيه شي إلا كان التكست ما فيه شرا ما غانجبدوهمش إذن هنا يا اما التكست غايكون فيه العنوان الرئيسي مثلا نقول لك جبد العنوان الرئيسي او جبد العناوين الرئيسية مثلا على اللي باراغراف روبا ما يعطوكم شي اسئلة مثلا هاد النص شحكي تكون من باراغراف اللي غيفيرانس اوتخ مارك تيبوغرافك مثلا اقدروا يعطونا مثلا المراجع او المرجع اللي تخاد منها مثلا هادك النص اللي غيفيرانس ديولو بحال مثلا شكوناه الكاتي بلوتر او حتى الطبعة يعني اش من الطبعة مثلا اش من ايديسيون يعني دائما غيمشيو لنا الرفيرانس ديال الناس خاصنا نكونو نعارفو نخرجو مصدر الناس وشكوناه الاثر وشكوناه الطبعة ديال هادك النص مانيفيستي لكمبريمسيون دي تكست بروبوزي او نغلوان ديزاليمون دينفورمسيون كسبليسيتي اي امبليسيتي هنا فهد سؤال تاني غيتطرح على باش يقوموا فهم تلميذ من ناحية النص مثلا هادك النص اللي غي اقترحوا علينا غي يعطيكم مثلا شي اسئيلة اللي غتكون صريحة مثلا غتخرجوها من النص شي سؤال عندو علاقة بالنص وما الاسئلة كالي غيكون عندو مع علاقة بالنص غير هو الجواب ديالو يا اما غديكون في النص غتجبدو من النص او على حساب دك الشي اللي فهمتي يعني غيكون يا اما الأجوبة غتكون صريحة يعني بينا او لا ضيمنية يعني من خلال دك الشي اللي فهمتي من النص ايضا غيكون عندنا سؤال في ايدانتي في لتيب دي تكست يعني غدي تحدد نوع النص يعني اش من النص خدمو لكم به على حساب وش غيكون ناراتيف ولا ديسكريبتيف اللي قلنا هنا يعني اشنا ونوع النص بروبوزي ان تيتخ او تخو تيتخ كونفونابل او تكست متلا ربما يقدروا اعطوكم النص ما عندوش تيتخ ونتي قد تقتارح شي عنوان من عندك او يكونوا عاطينك عنوان ونتا تجيب شي عنوان اخر يناسب هدك النص يعني الاسئلة بجوج واردين ربما يعتوك تجيب من عندك او يكون ديجا كين واحد العنوان ونتا تجيب عنوان اخر وفي سؤال اخر ايضا سؤال اخر غاي اكسبرمي سونا في انجي سيفيون سورين ايدي انفاء ان اكسيون وان كمبورتمان سيتي دون لتكس اذا هنا غاي تحاول تعطي تعبر على الرأي ديالك وتعلل غاي تقول رأيك مثلا شي فكرة او شي مثلا شي كمبورتمان ولا شي عمال ولا شي فعل فهذاك النص غاي يقول لك شنو رأيك في هاد الحاجة او رأيك في الكاتب من اللي قال هاد القولة او يعني شي حاجة مهمة تلب الرأي ديالك ومن اللي تعطي الرأي ديالك خاصك تجيستفي رأيك إليك تضد غاي تقول علاش انت تضد كيف ما الاسئلة ديال العربية كبتي مع الكاتب من اللي قال هاد الفكرة يعني غاي تقول علاش انت معاه وهنا يافنو تابين قالينا هاد اللي تكست اللي غاي يبروبوزيو علينا فالكمبريمسيون يعني هاد اللي المواضع اللي غاي يقترحو علينا غا تكون عندهم علاقة بلي سيتام سويفون يعني الوحدات اللي قرينا بستة يعني التوحدة ما غاي يستثنيوها كلهم الوحدات يعني ممكن يكون في دي سيفيليزاسيون اونيفرسي يعني الحضارة العالمية يقدر يجينا نص عندهم عالقب المواطن والسلوك المدني يقدر يجينا سيانسي تكنولوجيا يقدر يكون عندهم عالقب العلوم والتكنولوجيا او تكنولوجيات اللي نرجي دون نتخل فيه ايدا يقدر يجي نص عندهم عالقب الطاقة في حياتنا اللي ديفيدو la vie contemporen يعني تحدية الحياة المعاصرة والاري كياتيفيتي يعني الفن والإبداع إذن نسترقبو فهد الوحدات اللي قرنا بستة يعني مستثنو حتى شوحدة دومين تاني لزاكتيفيتير رفليكسيف سور لالونغ هنا غادي ندخلو لالونغ عندنا فليكسيك ليكسيك غايعطيونا شي أسئلة عندهم علاقات بالسينونيم يعني ركنتر السينونيم يعني المرادفات أو لانطنين لزاكتنين دي سرطان مو دي تكسيك أو غايعطيونا بعد لزاكتنين في كلمات اللي كينين في النص إتليزي دي سوفيكس أو دي بريفكس pour فرمي دوتر مو أبارتر دي سرطان مو دي تكسيك هنا غادي نستعملو لسوفيكس ولا لبريفكس باش نكونو بعد الكلمات أبارتر دي سرطان مو دي تكسيك يعني رج بدونا شي كلمات من النص وغادي قلنا مثلا نجبدو لهم يعني غا نضيفو لهم السوفيكس ديالهم أو لالبريفكس ديالهم أو لحنا نجبدو يعطوهم لنا فيهم بريفكس وسوفيكس يعني على حسب الأسئلة اللي غا تطرح لنا مو يما غا يكون في السوفيكس أو في البريفكس خسني نكون عارفهم ركوناتخ ديمور أبورتان والكسكتيماتيك دي تكست ترو بوزيخci وخسني نكون عندي واحد الإلمام بهذه الفريفكس يعني غا الكلمات اللي عندهم علاقة بهذه الوحدة أو بهذلك النص اللي تقطرح ليه مثلا اللي أعطوني في تكنولوجيا خسيكون عندي مصطلاحات عندها علاقة بتكنولوجيا عطوني في الانرجي غا نجيب مصطلاحات يكون عندها علاقة بالبيفكس وهكذا يعني خسنين كن عارف كل دومين أشنام مصطلحة لعدهم علاقة بيه ثم ما دستنغي دون دفخاز هنا في الغرامر دستنغي دون دفخاز دوني لكمplement circonstanciel يعني هنا غيرتوني CCL وCCT وCCM يعني هنا خسنين كن عارف هاد لتخواكمplement circonstanciel بالنسبة للسؤال الموالي إلى оф Rig Moon, موالي 중فittedوا لنسبة Energize للموالي ي確روني للموالي و للموالي وللموالي ولاكس للموالي يعني في الغرام 없는 الموالي مثل علىier هذا comentari أن نبحثنين ل uwagę من الفخاز ديكلاغاتيه الفخاز انتروجاتيه يعني جملة قريريه الجملة الفهميه ودن هنه نخس نعرفو الانتروجاتيه كيفيش كنديروها مثلا بحل اللي كانت عدنا بلا طوناسيه الانجرسيان السيجيه بشي موين ديال الانتروجاتيه بحل كومن اول شيء السيار هيتيم عودة ل نحن نكون غولته الموجودة الحسيدة الانجرسيال الانجرسيال الانسيباتيه الانعلم ديال ske اول ك هل ما Go icios فهيه و الآله اللي أكثر للموانساً أو للالي وكل شيئا الوحيدة تجد الموانساً كيف حدث يجب أن نعرف سنعرف للموانساً 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 وإنسبة الناجس يجب أن نعرف إذن غير هدلي موين نيو با ولا نيو بلي ولا نيو جاني بالنسبة لسؤال الموالي إذن نه ترانسفورم إم فراز دو لابوة أكتف لابوة أكتف لابوة أكتف إذن كي إعطيونا مثلن هدنا واحد لابوة أكتف لابوة أكتف لابوة أكتف وما غيران نخيد موب دوك لیو تهول اللي حدول الب recruزان إذن كي إن نelectر حتى لیو تهول الوالو التي حدول البعض بلا نكتف إذن نه تخدم مو رب وريد نكتف لرب فل لإراق ندكتف ترانسفورني لفرازو ترunيكي تلكama من رقم الخطير أكتف للمسلم والتخ особенно للمسلم ال�ektاء نكتف وراكος z wh CBD هنا أيضان سحولو من الغتاب الموبىشر خطاب المريحر Global ولم teach Coordinator اليكونا دا threed مكان شي حاجه غير صعبه علينا بالنسبة الكونية الـ3 group لتروه او الـ2 او الـ3 او الي قدروا يجونا كل واحد من نوع واحد بالنسبة نفس السؤال يجوناه في الفيتيغ سمبل كيفما يقدرون يجوناه في في dudes الموقفات reformار أو في TBPBueno يسألهم معه أيضا جيدة لبصورة لبصورة الأمنتها كيف تتن注ع بين أولوين الآن، سوف يدير في الفيطور، في المسلمات، في المسلمات، في المئتظور المقارفد، في الم싶ل. حيث نحن سواء، انه إذا يعتقد لك هؤلاء المرأس. لكيد أنه يحثني، هؤلاء المرأس من المسلمات. بينما نحن يتخل من الملكات، وهنا يكون هذا الملأس في هذه الموقف الأخرين وسلك المقارفين. بالنسبة للorthographe appliquez les règles d'accord du verbe avec le sujet ou de l'adjectif qualificatif avec le nom auquel il se rapporte يعني هنا ya ki fèch l'accord diel l'adjectif avec le verbe ou la avec le sujet e kher au pluriel denon composé denon en al ou la aï ou la ou ou la e den هنا le pluriel diel kalimètre li khe ghen tehew b'al ou la aï ou la ou en al ou la oui den here xs ou en al ou la xs aff targeted his exception dielom utilizzed lam des phrases donne ye ajoutay wana juhmail il me ll uwmatile leflara ghen to la tout ou la tout peut ou peu pe au la Khew kew 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 ou kew kew saansen du Dekl-L tehewma flortografe بالنسبة للONG PRODICTION delik止ri سوف أعطينا متخون نغضر أن تكس دو سنك فراز يعني سوف أعطينا ثلاثة خمسة عفوان خمسة الجومال وحنا سوف نرتبون باش نكونوا واحد للتكس أكاراكتر ناراتف وأنفورماتف يعني هاداك للتكس سوف يكون إما نص تقراري أو إخباري أو لنص سوف يكون سردي حكايي وكمبيتي أفد دي زيلة من دوني أن تكس دو كات أسي لين أكاراكتر ناراتف إكتبليكاتف و أرجمونتاتف يعني يأما غي إعطينا لواحد الجومال خمسة الجومال وغادي رتبوهم باش نكونوا وحد النص يكون حكايي أو لإخباري أو غي إعطينا وحد النص وغي إعطينا فيه دي دخو وحنا غي إعطينا وحد الكلمات وغنديرهم فادوك الفراغات ونملة أبعهم فادوك الفراغات وهادك النص اللي غي إعطينا نملة أبعلي الفراغات ديالو غيكون يأما نص حكايي ناراتف أو لأرجمونتاتف يعني حجاجي لسيب يجب أن يكون في حالة التكس، وكيف يكون أخرى بهذا المعارضة على التكس المستقبل. هنا، في نص الناس التي يتحدث عن هذه المعارضة. مثلاً اللي اعطوه لنا على التكنولوجي حتى هنا غير يعطونا نص على التكنولوجي او عنده علاقة بالوحدة اللي كيتحدث عليها هاداك النص يعني غير يكون عنده علاقة بيه بخود فيغ انسيت لين او اموة يعني هنا غدي نتجو واحد له التكس يكون كيتكون من سبعة الاسطور على الاقل ان تكس اغفزي انفورماتي يعني واحد لتكس يكون عنده واحد طابع اخباري او لا حكائي او لا وصفي او لا هجاجي اكسبليكاتي في تفسيري او انجانك تيف يعني ارشادي او توجيهي تفسيري او هجاجي ان رابطة اوك التام دي تكس بروبوزي بور لكمبريمسيون دي كري اذا نحتى هنا غدي نفس الموضوع غنبقوا فيه يعني قرأوا النص اللي غيتعطاكم في الكمبريمسيون دي كري ولو غير قرأوا مزيان وفهموه لان البرودكسيون دي كري غتكون عندها علاقة بيه ممكن نجيبوا منه بعض الكلمات وبعض المرادفات ونجيبوا منه بعض الافكار وبعض المعلومات اللي غتفيدنا في البرودكسيون ديانا اذا كانت من التوفيق للجميع والبيدائف ديال هاد الاطار غتلقوا في صندوق الوصف بقالينا البيدائف ديال التربية الاسلامية عفوا الاطار المرجع ديال التربية الاسلامية غادي نشرحو لكم في الفيديو اللاحق بحول الله اذا اندونتم في رعاية الله وإلى المنتقى